ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمدٍ وعلى آل سيدنا محمد صلاةً تشرح بها صدورنا وتيسِّر بها أمورنا وتقضي بها حاجاتنا وتغفر بها ذنوبنا وتشفينا بها من جميع العلل والأمراض والأسقام والأوجاع برحمتك يا أرحم الراحمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغدٍ واتقوا الله إن الله خبيرٌ بما تعملون أيها الأحبة قبل أسابيع ثلاث تحدثت وإياكم عن موضوعٍ عنوانه البركة وكيف يستجلب المسلم البركة في حياته وفي كل شؤونه والحقيقة أني لم أستوفي هذا الموضوع حقه وقد سألني البعض أن أتم هذا الموضوع وهذا الموضوع أيها الأحبة مما نحتاج إليه وخصوصا في هذه الأيام التي قلَّت فيها البركة قلَّت فيها البركة في المال والنفس والأهل والولد والزوجة والوقت وغيرها من شؤون الحياة أذكر أيها الأحبة وأضيف عما بدأته الحديث عنه في الجمعة الماضية أو الجمعة السابقة البركة هي من الله مصدر البركة من الله سبحانه وتعالى الله هو الذي يبارك وحده كل البركة من الله وهو سبحانه وتعالى تبارك في ذاته ويبارك من يشاء وما يشاء من خلقه الله عز وجل تبارك في ذاته ويبارك من يشاء وما يشاء من خلقه وأسماء الله تعالى وصفاته كلها مباركة وكل من يذكر الله بأسمائه وصفاته تناله بركة الله الله عز وجل قال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقال عليه الصلاة والسلام كل أمر ذيبال كل أمر ذيبال إذ شأن لم يبدأ فيه بإسم الله بإسم الله سبحانه فهو أبتر وفي رواية فهو أقطع أي أنه مقطوع عن بركة الله منزوع البركة منه تنزع منه بركة الله سبحانه وتعالى والبركة كما بينت هي كثرة خير الله ودوام خير الله كثرة خير الله ودوام خير الله وهي عطية من الله خاصة والنقل هي جند خفي من جنود الله إذا حل في قليل كثر وإذا حل في كثير دام ونفع ذكرت مثالا في خطبتي التي تحدثت فيها عن البركة ذكرت مثالا عن إطعام النبي صلى الله عليه وسلم لجيش تجاوز عدده ألف رجل من خلال شويهة شويهة سيدنا جابر ابن عبد الله شأت صغيرة دعا النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل ومعه بعض نفر من أصحابه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل الخندق وأكل أهل الخندق كلهم من هذه الطبخة وزاد ظن البعض أن البركة إنما تكون في الطعام فحسب ولكن أقول أيها الأحبة ليست البركة محصورة بمال أو برزق بل البركة في كل شيء في كل شيء إذا حلت بركة الله في شيء زاد خيره وعظم نفعه ودام أثره يعني إذا بارك الله عز وجل في العمر اللهم بارك في أعمارنا قولوا آمين اللهم بارك في أعمارنا واجعل أعمارنا مباركة إذا بارك الله في العمر أيها الأحبة نجد أن هذا العمر كله يقضى بطاعة الله ويصرف فيما يعود على المرء بالخير في دنياه وآخرته النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة عاش ثلاثا وعشرين سنة أو بقي في الدعوة ثلاثا وعشرين سنة كان هذا العمر مليئا بالخيرات آمن على يديه مئة أو مات عن مئة وأربعة عشر ألفا من الأصحاب وهذه السنوات لا زلنا نعيش بخيرها إلى هذه اللحظات وسيبقى خيرها ومددها وأثرها ونفعها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها خطر ببالي خاطر سيدنا نوح عاش قرابة الألف سنة مع قومه قال الله عز وجل وما آمن معه إلا قليل يعني تسعمائة وخمسين سنة آمن معه من قومه كما في أكثر الروايات ست وثمانون شخصا وهم الذين ركبوا معه في السفينة يعني سعمائة وخمسين سنة آمن مع سيدنا نوح ستة وثمانين شخص أين البركة أين الكثرة ولكن الله سبحانه وتعالى جعل البركة في هؤلاء بل جعل كل من يأتي بعدهم من البشر إنما هي من ذرياتهم لذلك قال لما ركب في السفينة أمره ربه أن يقول وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين فالله عز وجل قال له قيل يا نوح اهبط منا اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك فالله عز وجل حينما أهلك أهل الدنيا كلهم في طفان نوح لم يبق على ظهر الأرض إلا هؤلاء ستة وثمانين ومنهم جئنا نحن فلذلك يسمى نوح عليه السلام أبو البشر الثاني أبو البشر الأول آدم عليه السلام في عهد نوح أفنى الله كل الأرض وكل الخلائق في الأرض ولم يبق مع نوح إلا هؤلاء العدد القليل الذين بارك الله فيهم وفي ذرياتهم فكان أهل الأرض كما ترون أيها الأحبة إذا بارك الله في العمر يقضى فيه الأعمال العظام في وقت يسير سيدنا الإمام الشافعي وقد ذكرت هذا في خطبة الماضية حفظ القرآن وكان عمره سبع سنين وحفظ الموطأ وكان عمره عشر سنين وتصدر للفتية والتدريس والتعليم وكان عمره ثلاثة عشر سنة ومات عن عمر قرابة أربع وخمسين سنة ترك من العلم ما يدرس إلى الآن في كبرى جامعات العالم بل إن نصف العالم الإسلامي وأكثر يعني إنما يتمذهب بمذهب الإمام الشافعي رحبه الله وذكرته مثالا على الإمام ابن الجوزي وقد عاش سبعا وثمانين سنة أقول أيها الأحبة هناك كلمة لابن عطاء الله السكندر يقول رب عمر طالت آماده طويل وقلت أمداده ما فيه انتهج ما فيه بركة ورب عمر قصرت قصرت آماده وطالت وكثرت وعظمت أمداده الأعمال الصالحة فيه والأعمال الخيرة فيه ابن الجوزي يقول في آخر حياته متحدثا بفضل الله عليه سبعة وثمانين سنة قال كتبت بيدي هاتين ألفي مجلدة علم تركه وخلفه كتبت كتبت بيدي هاتين ألفي مجلدة وأسلم على يدي عشرون ألفا من اليهود وتاب على يدي مئة ألف من عصات المسلمين أقول أيها الأحبة الإنسان الذي بلغ الآن عمرا طويلا ماذا أنتاج الآن الذي بلغ الأربعين سنة ما هو انتاجه ما هو عمله ما هو نفعه الذي تركه أو سيتركه بعد موته ينبغي لكل أحد مننا أيها الأحبة أن يسعى بأن يبارك الله عز وجل في عمره ويترك أثرا عظيما ترك أولادا صالحين هنأه الله ترك شيئا مما يدعو له الناس بالخير به بعد موته هنأه الله أما هناك أناس يعيشون ويموتون ولا يدري أحد بهم لأنهم يتركوا ولم يخلفوا شيئا بل ربما أحيانا يخلفون أولادا سيئين يذكرهم الناس بالسوء بعد موته أطلب من الله بصدق أن يبارك لك في عمرك واعلم أن الله حينما سيوقفنا بين يديه سيسألنا عن أعمارنا أين أفنيناها وعن مراحل شبابنا أين قضيناها هذا ما ينبغي على كل أخ مننا أن يسعى لأجله اللهم بارك لنا في أعمارنا إذا بارك الله عز وجل في الصحة دامت واستقرت وبقيت إلى آخر لحظات الحياة كم من أناس بلغوا التسعين ولا زالت ما شاء الله قواهم وصحتهم وعافيتهم على حالها حينما دع النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أنس بن مالك بالبركة عاش مئة وعشر سنين وما سقطت له سن هذه البركة اللهم بارك في صحتنا اللهم بارك لنا في أموالنا إذا بارك الله في المال كثورا وعظما وثمره الله عز وجل وألهم صاحبه أن ينفقه في طاعات الله وفي وجوه الخير إذا بارك الله في الأولاد رزقهم البر أدعو لأولادكم بالبركة اللهم بارك في أولادنا وذرياتنا رزقهم الله البر وأصلحهم رزقهم الله البر وأصلحهم وهداهم إذا بارك الله لك في زوجك هداها الله وجعلها قرة عين وإذا نظرت إليها سرتك وإن غبت عنها حفظتك إذا بارك الله عز وجل بأي عمل امتد أثره وعظم نفعه أيها الأحبة كيف نستجلب بركة الله ذكرت ثلاثا في خطبة الماضية أذكر بها سريعا أعظم سبب من أسباب استجلاب بركة الله أن يكون الله مباركا لك في نفسك وأهلك ومالك وعمرك وعملك أن تكون طائعا لله تقيا الله عز وجل حدثنا بهذا في كثير من الآيات على مستوى الأمة جمعاء الله عز وجل قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ما قال رزقناهم وإنما قال لفتحنا عليهم بركات أي لباركنا في أرزاقهم فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض حتى على مستوى صعيدك الشخصي على مستوى الأفراد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب التقوى أيها الأحبة أن تؤدي فرائض الله وأن تبتعد عن معصية الله سبحانه وتعال هذه التقوى هذه خلاصتها والله أيها الأحبة كلما كثرت تقوى الله وطاعة الله كلما زادت البركة في حياتك كلما زادت الطاعات زادت البركات وكلما قلت التقوى أي تركنا وتجنبنا منهج الله أي ارتكبنا المنهيات والمعاصي كلما محقت البركة في حياتنا ما نزل بلاء إلا بذنب ما نزل بلاء إلا بذنب وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه الله يحرمك البركة بذنب تفعله يذهب رزقك بالذنب يصيبه حتى على مستوى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم ما تواد إثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما ما تواد إثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما الأمر الثاني بعد تقوى الله أيها الأحبة أن تجعل لنفسك وردا من الكتاب المبارك ما هو الكتاب المبارك وأنزلنا إليك كتاب أنزلناه إليك مبارك أي كثير الخير ليتدبر آياته هل لك ورد من القرآن في كل يوم حتى تحوطك بركة الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون لك ورد في كل يوم وأن لا يمر عليك ثلاثة أو ثلاثة أيام إلا ولك قراءة في القرآن وإلا أصبحت هاجرا لكتاب الله سبحانه وتعالى وهجران القرآن يعني أن البركة ستتركك وترحل عنك تقوى الله وتلاوة القرآن الدعاء وقد ذكرت هذا وفصلت به أدعو لنفسك بالبركة وادعو لغيرك حينما تلقى أخاك ماذا تقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أي أسأل الله عز وجل أن يسلمكم من جميع العلل والأمراض والآفات الظاهرة والباطنة المعنوية والمادية وأن يديم عليكم رحمته وبركاته هذه معنى وهو يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا دعاء بأن تحفك بركات الله سبحانه وتعالى الدعاء قل اللهم بارك لنا فيما أعطيت دعاء القنوط في صلاة الفجر اللهم بارك لنا فيما أعطيت هذا من دعائه صلى الله عليه وسلم الذي علمنا الأمر الرابع أيها الأحبة صلة الرحم صلة الأرحام أدخل السرور على أرحامك على أختك وأخاك وقبلهما أمك وأباك وعمك وعمتك وخالك وخالتك إذا أنت أدخلت السرور عليهم وصلتهم أكرمتهم بما تستطيع من إكرام مدين أو معنوي فأبشر بالبركات والخيرات أبشر بتحقق حديثه صلى الله عليه وسلم الذي يقول من أحب أن يزاد له في رزقه وأن ينسأ له في أثره أي طال له في عمره فليصل رحمه لأنه من وصلها الرحم وصله الله أي وصله الله ببركاته وخيراته ومن قطعها قطعه الله لا أدري كيف تنزل البركة على قاطع الرحم إذا كان قاطع رحما في مجلس ورد في الأثر أن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم رحمة الله لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم إلا أن يتوب إلى الله إذن صلة الرحم أيها الأحبة وهناك سبب خامس للباعة والتجار وهما يزيد البركة في بيعهم وفي أرزاقهم وفي كل شؤون حياتهم هو ما أخرجه الإمام البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا فإذا صدقا في بيعهما وشيرائهما وبيناه إذا كان فيه هناك عيوب في الصلعة بيناها بورك لهما في بيعهما حلت فيهم بركة الله وفي هذا الثمان وإن هما كذبا وكتما محيقت بركة بيعهما قد تحصل على السعر الذي تريد ولكن بركة هذا المال تمحق محيقت بركة بيعهما الأمر السادس أيها الأحبة هو البكور وهذا ما نستطيعه كلنا فعله ما يستطيع كل واحد مننا أن يستيقظ باكرا أن يكون لك استيقاظ ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا الوقت تتنزل فيه بركة الله كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر في المسجد وعاد إلى بيته ووجد أحدا من أهل بيته نائما يوقظه ويقول قوموا فاشهدوا رزق الله بركة الله فإن أرزاق العباد تتنزل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس قد يقول قائل يا أخي أنا ما عندي شغل شو ساوي يعني بس يقعد نعم اجلس اذكر الله اذكر الله اذكر القرآن افعل أي شيء مهم أن تكون مستيقظان طالبا لخير الله وبركته في هذا الوقت البكور فيه كلمات وحروف البركة البكور يعادل البركة ذلك قال صلى الله عليه وسلم داعيا لأمته اللهم بارك لأمتي في بكورها راوي الحديث اسمه صخر الغامدي وكان تاجرا يرسل غلمانه من بعد الفجر إلى العمل من بعد الفجر يرسل الغلمان في التجارة فكثر ماله حتى لم يجد ولا يدري أين يضع ماله من كثرة المال لم يجد مكانا لوضع هذا المال فيه البكور أيها الأحبة ولو لم يكن لديك عمل استيقظ باكرا ليكن لك نصيب من الوقت مما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا أيها الأحبة مما يبارك الله عز وجل لك في رزقه قال بعض السلف حاكيا عن بعض أناس ينمون إلى طلوع الشمس قال بعض السلف عجبت لمن لا يصل لمن يصل الصبح بعد طلوع الشمس كيف يرزقه الله لأنهم يعلمون أن الأرزاق تتنزل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس حتى لو رزقه الله فإن بركة هذا الرزق ممحوقة قم في الوقت ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ليكن لك نصيب في الطاعة في العبادة في الذكر في تلاوة القرآن وعلم أن الله سبحانه وتعالى يبارك لك أيها الأحبة هذه ستة ستة أسباب أعيدها فأقول تقوى الله هي أعظم أسباب استجلاب بركة الله تلاوة القرآن صلة الرحم الدعاء كثرة الدعاء بالبركة كلما تذكرت شيء قل اللهم بارك في صحتي في عمري في أولادي في زوجتي وادعوا لغيرك بهذا الدعاء وكذلك الصدق في البيع والشراء والبكور وهناك بعض الأصحاب أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله نأكل ولا نشبع فقال لعلكم تفترقون أن يأكلوا كل واحدا منكم وحده قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه الاجتماع والذكر اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه وأكلوا السنة إذا أردت أن تأكل فكل من أطراف الوعاء ولا تأكل من وسطه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة تنزلوا فسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه وكذلك إذا دخلت بيتك وهذا السبب الثامن فقل بصوت عال مرتفع معلش السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وليقل أهل البيت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كثير من نبي يفوت على البيت لاحسوا لا أنس فجأة مشوفوا بشه قل السلام عليكم أول ما بتفتح الباب السلام عليكم ورحمة الله كل من في البيت يرد عليك وإن لم يكن أحد في البيت ترد عليك الملائكة ارفع صوتك بالسلام فقال عليه الصلاة والسلام يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم تكون بركة عليك وعلى أهل بيتك رفع الصوت بالسلام كثير من الناس يقول صباح الخير مساء الخير كيف كون قل بصوت عالم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتباع لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخيرا كثرة الاستغفار تورثك البركة والحمد والشكر لله على النعم الحاضرة تكسبك البركة والزيادة لقوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم إذن أيها الأحبة أعود فأقول تقوى الله اتقي الله حيث ما كنت تأتيك بركة الله نين اجعل نفسك وردا من تلاوة القرآن كل يوم ولو صفحة صفحة من كتاب الله لا يمر عليك يوم حتى تقرأ شيء من كتاب الله ثلاثة الدعاء اجعل لنفسك دعاء وخصوصا دعاء القنوط في صلاة الفجر وبارك لنا فيما أعطيت يعني كل شيء أعطيتنا يا رب بارك لنا فيه صلة الرحم الصدق في البيع والشراء الاجتماع على الطعام والشراب البكور وكذلك السلام على أهل البيت وكثرة الاستغفار والشكر لله سبحانه وتعالى هذه أيها الأحبة من أهم الأسباب التي نستجلب بها بركة الله اللهم بارك لنا في كل ما أعطيتنا وبارك لنا في كل شيء في حياتنا بارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا بارك لنا في أزواجنا وذرياتنا بارك لنا في أموالنا بارك لنا في كل شيء واجعل مع البركة بركتين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ولكم فيافوز المستغفر الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر قرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير البشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات والبركات والحسنات يا رب العالمين اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم فرج الهم والغم والكرب عن أمة سيدنا محمد وارفع البلاء والوباء والغلاء وسفك الدماء وتسلط الأعداء عن بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ودوام النعم وحسن الختام بارك لنا يا ربنا في حياتنا وبارك لنا في دنيانا وأخرانا يا أرحم الراحمين وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين عباد الله اتقوا الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون